يعني لو سألت حضرتك عن أهم الكنوز في هذه الوسائق إذن نبدأ بأقدمها إحنا قلنا الندار الوسائق بدأها محمد علي 1828 وسميت وقتها إذن بالدفتر خانة دفتر خانة هي كلمة بتتكون باللفظاتين كلمة الدفتر العربية اللي هو السجل دفتر بالمعنى المتواطر وخانة إحنا بقولها بالعامية خانة لكن هي كلمة فارسية تركية نطقها صحيح خاني يعني منزل أو دار فنقول دفتر خانة اللي هو الدار المختصة بحفظ الدفاتر والسجلات اللي هي الأرشيف أو ناشنال أركايف يعني لماذا لا نحتفظ بالأسماء القديمة لأن لها وقع أيضا في الأذن ما زالنا نحتفظ بها في كلمة أجزة خانة أجزة خانة أجزة يعني دواء بالفارسية وخانة يعني منزل بيت الدواء اللي هي الأجزة خانة وبعدين قربت للصيدلية هناك مدارس وأراء في هذه المسألة في البعض يعني من عشاق العربية اللغة الأم فبيحب أن يسمي الأشياء بمسمياتها العربية والبعض يميل ويعشق القديم وهذا عادة المصريين عندما نرشق جديدا ممكن أن نسميه بالتسمية الحديثة العربية لكن الأشياء الأديمة المباني الأديمة يعني لماذا لا نحتفظ بإسمها الأصلي هو الإسم تغير من فترة ليست قريبة من فترة طويلة وتم الالتزام به في نصوص القانون أو قرار القانون اللي صدر سنة 93 بالالتزام بالإسم اللي هو دار الوثائق القومية وهذا أنا بعتبره برضو يعتبر يعني لقب معبر جدا لأن الدار الوثائق هي ليست الدار الوثائق المصرية هي نعم مصرية ولكنها تحتوي على وثائق وتراص غير مصر للمنطقة العربية ولأفريقيا ولن أبعد عن الحقيقة إذا قلت له كثير من دول العالم وبيتم تداول الوثائق فيما بيننا يعني حريك بتقول لي أهم يعني أخدم وثيقة أخدم وثيقة عندنا بترجع تاريخها عشرين ربيع آخر سنة 554 هجرية يعني منذ ما يزيد عن 900 سنة هذه الوثيقة عبارة عن حجة بتثبت قيام الخليفة الفاطمي الفائز بنصر الله ببيع أراضي وأطيان لوزيره الصالح طلاعع ابن رزيق جدير بالذكر أن الوزير الصالح طلاعع ابن رزيق هو صاحب المسجد اللي هو معروف بيحمل اسمه جامع الصالح طلاعع المواجه لباب زويلا مباشرة تاريخ مصر وتراصها متصل أثار مباني وسائق حجج وقف برديات عملة ومسكوكات كلهم مترابط ويكمل بعض وبعضا ولذلك لما فعلا يقال أن في البدء كانت نصر ثم جاءت تاريخ هذه حقيقة وليست يعني ابتداع من فراغ ترجمة نانسي قنقر